بسم الله وكفاء وسلام على عباده الذين استفدوا ربنا اجعلنا من من اهتدوا بهدك وبركاتك يا كريم يا رب السماوات والأرض أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعدوان إلا للأشقية ويقول ربي وإذا المؤودة سؤلت هذه يقول اللي يدافع على المرأة اليوم في ميست سأكون بكور منفقين يستغلوا كما تكون النساء اللانساء يستغلوا فكل عملية الرضل لحال هنا إذا كنت ترضل الحال اللي أنتم عليها من طرف أشباه الرجال ما عليكم كنت ترعوا إلى الرحمن ما الحل في التخلص من أمومكم ومهانتكم وكذا ما عليكم كنت ترعوا إلى الرحمن وغمّا درجة ما تجيش على بال لبالكم لأشباه الرجال الشقور ربي فيها وإذا المؤودة سئلت التي قتلت كما سين عمر عليه رضوان الله أنا كيف أدرب بنته وحفرز معها الحفرة وهو إن وشيء ويبسك توني ترضي بوها وتتحدث معها فإذا بي يقدر بها ويحطها في قاع الحفرة ويحتاجها لها هذا حال الكرب وقلنا الكرب بدون إسلام هما كما تقولون حملت الجرب والكرب والعياذ بالله لكن القتال يهتدي الكرب بالقرآن العظيم كما وقع سيد عمر عليه رضوان منه بسورطة أو بعض آيات من أول بسورطة منها جاء شاهد العقل يقوله العامة معرف لكلام اللي أخته تقرر فيه أو يستسمع فيه من طرف قارئ ويتنسطر ومعها زوجة الهدايا لا يكون من صنع المخلوقات عاد نرجع للآية الكريمة وإذا المؤودة سئلت قالك ربي كل بني هذه سواء كان قتلت بالطريقة اللي كنا فيها ولا بإجهاض قاعد المؤود مؤودة وإذا المؤودة سئلت القرآن نزل كما تقولون أنت ورعى ظروف من سينزل عليهم القرآن قبل غيره عندهم العدادية قال لهم راي المؤودة الثابية مش تسعى مش تسعى ربي رجع حق المظلومين والمظلومات بالطرق بالطرق شتى سواء طرقها كنعجبك ونطرق خطية بالغدر كما علمونا بنصوهيون نحن لا نتعلم عليهم في شيء ولكن يبلك رب لا نتأذى بالانتماء إليهم في شيء نعود إن شاء الله تعالى ترجمة نانسي قنقر